السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرصة للناس اللي محتاجها سكن لإن الاستلام فوري في الفيديو ده هقول لكم الشروط وهشرح لكم الموضوع بمنتهى البساطة شؤاء البنك الأهلي ساهم الرئيس عبدالفتاح السيسي ب120 مليار جنيه كمساهمة تمويل عقاري وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الهدف هو تنشيط السوق العقاري الشروط علشان تقدم في الشؤاء دي رقم واحد إنك تكون ما أخدتش أي شقة من شؤاء الإسكان قبل كده تمام؟ رقم اتنين إنك تكون ما أخدتش أي كارد تمويل عقاري تبع الإسكان الاجتماعي رقم تلاتة أو ما أخدتش أراضي من اللي بتقدمها الدولة برضو تبع الإسكان الاجتماعي رقم أربعة إن ما يكونش حد من أسرتك قدم في الشؤاء دي في نقطة مهمة جدا هنعرضها لو عندك شقة تمليج بإسمك ما كانش ينفع إنك تقدم في التمويل على العقاري أو الشؤاء اللي بيقدمها البنك الأهلي لكن البنك الأهلي لغى الشارط ده ولو أنت عندك شقة أو عندك بيت بإسمك أو عندك قطعة أرض بإسمك أنت تقدر تقدم في الشؤاء اللي بيقدمها البنك الأهلي ولو بتتناسب معي عليك الشروط تقدر إن أنت تاخد شقة من اللي بيقدمها البنك الأهلي حتى لو أنت أخدت كارد ولسه الكارد دوت أنت بتسدده برضو تقدر إنك تقدم في شؤاء البنك الأهلي مواصفاتها ايه؟ نوعين من الشقق النوع الاولاني كاملة التشتيب سوبر لوكس المساحة 150 متر الشقق موجودة في 18 محافظة طيب المحافظة بتاعتك مش عرضة شقق يعني مش من ضمن 18 محافظة اللي الشقق موجودة فيها في الحالة دي حضرتك هتلجأ للتمويل العقاري ولكن طبعا بشروط هتجيب الشقق في المكان اللي يريحك بالطريقة اللي تريحك ايه هي الشروط؟ رقم واحد ان الشقق تكون لوكس رقم اتنين ان العقار يكون مرخص رقم تلاتة ان يكون الشقق معلهاش اي مخالفات ولو فيه مصالحة خلاص تكون تمت يبقى في الحالة دي حضرتك ممكن تاخد الشقق تمويل العقاري من البنك الاهلي وسن حضرتك ما يقلش عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة في نهاية السداد طبعا بيختلف السداد من شخص الاخر حسب الشقق وسعرها حسب الوظيفة ولكن كحد ادنى 7 سنوات وكحد اقصى 30 سنة حد ادنى في الدفع 600 جنيه وحد اقصى في الدفع 1800 جنيه فيه نقطة مهمة جدا عايز اعرفها لكم لو حضرتك اخدت شقة من البنك الاهلي او سواء كانت من الشقة المقدمة من البنك الاهلي او تمويل عقاري بتمضي حقد مع البنك الاهلي حظر بيع او ايجار لمدة 7 سنوات حضرتك بتستلم الشقة خلال شهر او اتنين بكتير لكن ما بتبقاش حر التصرف فيها لمدة 7 سنوات اما بالنسبة للدخل عن محدود الدخل للشاب للأعظم لا يزيد عن 4500 جنيه والأسرة محدودة الدخل ما تزيدش عن 6000 جنيه علشان تقدر انها تقدم وتاخد الشقة سهر الشقة 350 الف جنيه في البنك الاهلي ولو حضرتك هتجيب تمويل عقاري برضو تراعي ان سهر الشقة لا يتخطط 350 الف جنيه بتتروح الاسعار من 450 الف جنيه لمليون جنيه على حسب مساحة الشقة وعلى حسب مكانها كمان 70 متر و90 متر و150 متر ولو حضرتك هتجيب شقة اهالي او تمويل عقاري برضو تراعي ان هي تبدأ من 450 الف جنيه وما تتعداش المليون جنيه تمام في بقى عندنا ميزة في السداد ان حضرتك ممكن تختار انك تسد بالطريقة اللي تريحك بمعنى انك في السنة الاولانية مثلا هتدفع كل شهر 600 جنيه لكن في السنة التانية عارف ان الامور ممكن تكون اختلفت معك فهتكرر انك تدفع 700 750 800 بالطريقة اللي تريحك او العكس انك هتبدأ بالمبلغ الكبير وبعدين تبدأ تقلل المبلغ يعني مثلا السنة الاولانية والتانية والتالتة مثلا هتدفع 1000 ونص وتيجي بعد كده السنة الرابعة والخمسة هتدفع مثلا 1000 يبقى انت بتختار الطريقة الدفع المناسبة ليك واللي تريحك ان شاء الله الفيديوكم فتكونوا بالتوفيق للجميع